الرئيس عبدالفتاح السيس النهاردة تسلم جائزة مرموقة لها طابع خاص حيث قيل انه بمثابة تكريم رجل دولة حامل للامل ومشجع لقارة باكملها هذه الجائزة رمزية هذه الجائزة تمثل كلمة شكرة المانية للرئيس المصري اللي وصفوه بانه حامل للامل قالوا هذا الرجل بيحمل الامل هذا الرجل بيمثل جسر للتواصل بين الحضرات هذا الرجل انقذ بلده وانقذ شعبه وحطاه على الطريق الصحيح قالوا كمان ان هذا الرجل لا يرد على هؤلاء الشتمين والذين يسبون والذين يهاجمون تفرغ فقط للعمل ثم العمل ثم العمل هذه الجائزة قالوا عليها اسمها جائزة القديس جورج وسام القديس جورج زي ما قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية انه تم تسليم الرئيس الوسام للرئيس سيسي من قبل هانز بوخيم رئيس الوفد الالماني رئيس مجلس ادارة مؤسسة زينبر بمدينة دريستن الالمانية واللي اشار الى انه تقليد الرئيس الوسام سان جورج لذا العام جاء تقديرا لجهود الحديثة في شتى المجالات الجائزة دي اخدها قبل كده كثير من الملوك والرأساء الدول كان ملك السويد ملكة السويد والرئيس الروسي والرئيس الروماني خدوا هذه الجائزة ده طبعا خبر لكنه مش ده اللي انا عايز اقوله في القصة يعني وسام للرئيس الرئيس بيستحق كل الاوسمة اللي في الوجود الرئيس عبدالفتاح سيسي في تقديري انا الشخصي يستحق كل الاوسمة الانسانية والسياسية والاقتصادية كرجل جاء في وقت لهذه الدولة يعني كمنقذ ده وجهة نظري لكن الجائزة تم الاعلان عن تسليمها للرئيس السيسي او هيتم تسليمها فجأة في المانيا الدنيا قامت في من مين من الاخوان واعوان الاخوان ازاي تدو الجائزة للرئيس السيسي ازاي تدو الجائزة الواحد كان بيكره لاخوان ازاي عمليش تغلوا الراجل قال لهم قال لهم احنا شعرنا مدير لجنة شعرنا ضد الطيار بتاعكم وجائزة تكريم السيسي على انجازه في بناء المتحف وفي تقديره للثقافة والمتقفين ده شيء واجب وطني واجب ثقافي واجب انساني علينا فيه برلين برلين